اسمي محمد كامل موسى عايش في برج البراجني عمري 52 سنة مهنتي الاساسية نجار وكنت عايش في المانيا وانتقلت من المانيا ع لبنان وعبشل لشفير تاكسي صني تقريبا شي 18 سنة درست لمرهلت الخامس ابتدائي وطلعت من المدرسة وبلشت انطلعت عالشغل كن عمي تقريبا شي 11 سنة مع انه كنت هب العلم بس ما كان عندي رغبة يعني دني بقلب المدرسة هلا هو ارار كان صعب ومش بي ايدي يعني بس اضطريت انه غسمي عني انزل عالشغل مع انه اهلي ما كانوا موافقين شوف اصحابي مثلا تركوا المدرسة مثل موضوع الغيرة صار عارتوا علي كان في خي ينزل على اسواء بيروت القديمة يشتغل يبيع مشات ودفتر هويات القديمة بس انزل معه اتعلم كيف اتجول الشغل بالشغل وانطلعت معه شوي شوي بس وعيت اكتر من عمري يعني تقريبا شي 13 14 نويت انه اتعلم بمصلحة فت على النجارة بس انا حبيت انه انا بدي اكون مصلحة وافتح معها مؤسسة بايدي لحتى يصور عندي مثلا اسم وشهرة انه والله هدا المعلم فلان وهدا النجار فلان اعرف شو علي ايه كان صار عندي اسم المصلحة مش عارب بصوبات ولا شي الحمدلله بنات انه اخوتي محال ومؤسسة وكل شي بس صار الظروف البرد حرب واضطريت انه سافر يعني صرنا كنو عشي من بغابة هاد مثلا بيقتل التاني وهاد حرب هون يوم كظيفة هون هاد ناس يوم مات هون كتبت كتابة ع خطيبتي واتقلت على وروحت على المانيا بالبر عشت تقريبا شي 13 سنة في المانيا وجاني قلت عامل ثلاث بنات بس بوعي ولادي شوية صغيرة طريت انه قلبتي ارجع بلدي وخلي ولادي يعيزوا بعيشوا ببلدهم بيربوا بلدهم حتى اهلهم قريبينهم بالبيئة تعيتهم وقت موصلت على المانيا اول وظيفة اشتغلتها اشتغلت بالبوشة اللي بقلولها بالعمار التعلم بقلولها حجر الارميد وانتقالت من بعدين روحت على جريد اسمها القمين هانوفر اشتغلت فيها بشوفير تريلا وشوفير على سيارة صغيرة وكتير كتير الحمد لله انبسطتها مني انا ما كنت مفكر موضوع جنسي مفكر موضوع ان امتين ترجع بلدي طروق ورجع ايش حياتي ببلد وكمل حياتي متل متل العالم اللي عايشي هون انا قبل المسافة كان عندي بيت معامرين احنا بقوير ببناي مع بعضنا والحمد لله سيكني مع بعضنا باحلحة ما يكون ارجعت اشتغلت بنجار الشباي هون بلبنان فترة معينة اشتغلت بشركة الكمفورتيوم بلا دور مكلس اجي حاولت انو بد انو ااخت شغلي انو ارتاح فيها كمان و تعلمت شوفر التاكسي ومالتاكسي اشتريت نمرة واشتريت السيارة كلفة العملية تقريباً تقريباً شي 14-15 مليون ليرة كانوا بنسبة للي ولا شي بقت مجيت من المانيا الحمدلله كانت مضاي ميسور هلأ النمرة تعريفة بتكلف مع السيارة شي 75-80 مليون فرقت من الارض لتسمى وليش غا حبيت شوفر التاكسي غايبتي على البلاء 13 سنة الزبون اللي كان عندي راهل عند نجار غيري يعني الله مقسم الرزق عصبه يروع عند غيري عاربشو عليا لترجعت رب بزبونات وبدك فترة معينة قلت تقلع الله منو منشان الضمان لولاد ما كان في عندي ضمان النمرة فيها ضمان وما ضمان الصعوبات انو مثلا كان عنا وضع قبل الحرب السورية اللي صارت كان شوفر التاكسي مثلا كان نشغل بي كان مرتاحة اكتر هلا دخل كتير مثلا الناس على الخط مثلا سوريا غير السوريا يعني شو عليا فاطلا كان عنا يعني 200 بتقول مثلا 20 ألف وشوفير صارت تقريباً 50 ألف شوفير الرزقات قصمت على خمتين ألف شوفير يعني فرق ما تكون مثلا البادشو تعقول لك مثلاً 2500-3000 دولار صارت تقريباً هالأشي في ألف وثمانية ألفين هارشو عليا خفت من المدخول تعقول لك بس الحمد لله بعدك عايشي مستورة ما معاوزي هاداً شخصياً أنا بتأثر عليه فرق ما كنت مثلا إشغل سبع ساعات، ثمان ساعات أني كون مثلاً مطلع مثلاً اللي كان أني مثلاً بيكفوني ما عيشتي عم بطرت أخر ساعتين وثلاثة وأربعة وخمتة لحتى هول صعوبة عليا يعني يعني هول عم بيخذوا من وقتي وعم بيخذوا من تعبي ومن جسمي ومن عمري مثلاً وضع لعيشيني فيه مثلاً يتأكلم فيه الواحد أيام ما سي تمرأ عليه واحد أيام حلوة أيام تمرأ عليه واحد أيام مش حلوة واحد بدي صرف على الحياة مش كل يوم بديوك العسل يوم عسل يوم هيك الواحد عرفوا عليا